هنفضل نقول نفس الكلام ونقرره كل مرة لأنه كلام مهم جداً مرض السمنة مش مجرد بنتكلم مصدر قلق بيأثر على المظهر الجمالي للشخص يعني ما يعيش حاجة رفاهية بمعنى أصح لكن عندك كمان مشكلة طبية للأسف الشديد وبيبقى ليها عوامل خطيرة جداً وللأسف برضو الشديد الأمراض المزمنة اللي بتكون سببها في الأساس ممكن تكون السمنة واللي قدر الله قد تصل القصة للوفاة وقلنا كلام ده كتير وأكدنا على أن تاني مرض السمنة ده مرض العصر وكل عصر لأسف الشديد وناس بتستهون به وناس بتقول لك لا أنا عايز أخص علشان يعني شكلي الجمالي وناس تقول لك لا أنا عايز أخص علشان حياتي تبقى أحسن ففي طرق مختلفة ممكن تلجأ للجراحة ممكن تلجأ لأسباب أو أساليب تانية كتيرة لكن ما بيكونش تأثرها دائم إلى حد كبير أو مخاطرها بتكون كتيرة من خلال الفقرات المختلفة الطبية اللي منتكلم فيها بنحاول أن احنا نوصل لحضراتكم أسهل الطرق مع سهولة الطرق كمان أكثر الطرق يعني أمان في فكرة أننا أنقص أو أخص أو يعني أفقد وزن وفي نفس الوقت مزيدش مرة تانية ومحصل ليش بقى مضاعفات هو ده الشيء الأولاني والأخير زي ما بتقل اللي احنا بنركز عليه جدا من خلال فقرة الطبية اللي معنا اللي بتكون منورانا بالمناسبة برضو فيها دكتور دينا أبو السعود المستشار التبي لشركة بايو ناترلز هنتكلم في كل ده وحنتكلم كمان عن النهاردة الألياف الطبعية وزي ممكن تساعد في فكرة ثانية فقدان الوزن صباح الفل طبعا صباح الخير يا عمرة ومن خلال المقدمة بتاعتي كده لو نأكد شوي على بعض المعلومات للأسف الشديد لأن تاني نرجع نقول ثقافة كل مجتمع بتختلف أنا عايز أخيص بسرعة وعايز أفقد وزن من غير ما أعمل مجهود وفي نفس الوقت بأسهل الطرق دي بقى هنحلها ازاي شفت بقى الموضوع إن أنا أعرف أخيص من غير حلم حرمان دي حاجة صعبة جدا 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 فعلا واحنا ثقافتنا كمصريين بنموت في الأكل خارجين هنشوف هنأكل ايه ما ينفعش نخرج نشرب حاجة لأحنا هنخرج على الأكل يعني معي الشهر بناخد حاجة برضو مش غلط لما اتكلمت على موضوع الألياف الألياف مهمة جدا 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 يا نهوان في إنقاذ الوزن جدا ليه الألياف مهمة في إنقاذ الوزن لأن الألياف بتشتغل على كذا حاجة أولا الألياف لو شربت معها مياه كتير بتنفش في المعدة فبتعملي كبح للشهية بتقلل للشهية جدا دي حاجة تاني حاجة الألياف بتساعد كمان على إفراز هرمون الليبتن اللي هو هرمون الشبع فلما باكل في أكلي في ألياف كتير هقعد فترة طويلة شهيتي مقفولة ومش حاسة إن أنا جعانة دي بتتروح من تقريبا أربع ساعات لتمانية لتمانية بالضبط ودي حاجة كويسة جدا 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 الألياف بتساعد لي على ضبط مستوى السكر في الدم خلي بالك الناس اللي بتاكل عيش ومكارونة كتير بيجوها بسرعة قوي ناس كتير مش عارفة كده الكربوهايدريت والعيش الأبيض لو أكلته بعدها بساعتين بلاقي نفسي جعانة الكربوهايدريت والعيش مصدر للطاقة بس بيعمل لي مشكلة في مقاومة الإنسلين ما ينفعش نأكل منها كتير جدا لأن لو أكلت منها بكميات كبيرة بعد ساعتين هرمون الإنسلين هيحصل لي هبوط جامد قوي في السكر وألاقي نفسي بعد ساعتين أنا عايز أكل تاني لازم أكل تاني فالألياف مهمة جدا جدا لكبح الشهية والذبط ومستوى السكر والإنسلين في الدم وكمان الألياف أنا عندي نعيم الألياف القبلة للزوابان في الماء والغير قبلة للزوابان في الماء الغير قبلة للزوابان في الماء زي الأمح بتاخد فترة طويلة في عملية الهضب فبلاقي نفسي فترة طويلة أنا مش جعانا الأمح؟ الأمح الأمح طبما ده في العيش؟ العيش بس العيش فيه كربوهادريتس ما هو عشان كده جاي أتكلم معاك على منتج يعني شوفان خلي بالك الشوفان كمان من الألياف القوية جدا وهو غير الخضر والصلاة بس ممكن يخسس وممكن يتخن حسب أنت بتحط ايه بالزبط طيب إزاي أقدر أخس بطريقة أمنة ومنتج في الألياف وخلي بالك الألياف كمان مصدر قوي جدا للطاقة أي حد بياخد ألياف بيقدر يلعب رياضة ده مهمة أول طيب إيه المنتج الآمن اللي جاي أتكلم عنه المرخص من وزارة الصحة المصرية اللي دخله ألياف وكمان فيتامين سي لأن فيتامين سي مهم جدا للطاقة والمناعة والحرق الدهون وخلي بالك الألياف كمان بتقدر تحرق لدهون المخزنة فالألياف مهمة جدا لإنقاذ الوزن بدون حرمان طيب إيه المنتج اللي يقدر ينقذ لي في الوزن بدون حرمان ومرخص من وزارة الصحة المصرية وآمن حتى مع أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هو بيستا الشركة المنتجة هي بايو ناتشرالز أنتاج بيستا اللي مكون من ألياف طبيعية زي كشور سيليم كشور سيليم ألياف مهمة قوي زي ردة الأمح زي الشوفان طبعا أنا شايفة على الشاشة ده الكورس اللي بتقدمه شركة بايو ناتشرالز من بيستا من مالتي فيتامين الهاي القلبة مالتي فيت هتكلم عنه برضو يا نهوان آه هنجلهم طبعا بالضبط والقهوة الخضرة برضو موجودة في الكورس زي نقدر نحصل على الكورس مهمة قوي أقول أن طبعا بيستا موجود وقلبه مالتي فيت موجود في السيداليات في السيداليات لو حد عايز يروح على طول في نفس حد لو عايز ديليفري برضو في ديليفري لكل أنحاء لكن الفكرة أن أنا بكلم عن طريق الأرقام اللي زارع الشاشة عشان عندنا خصائيين علاجيين بيتابعوا مرضى السمنة والمهمة قوي 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 معهم المتابعة والدعم النفسي والدعم المعناوي هذا حاجة الدعم النفسي ده عملية فقدان الوزن دي أكتر مرحلة بيبقى فيها بني آدم هرموناته بايزة وموده ومش حلوة ويعني قد تصل إلى حد ما مش مع كله طبعا للاكتئاب طبعا أكيد أكيد الكورس عبارة عن بيستا حد يقولي طيب لازم أخذ بقى أكيد لازم ألبا مالتي فيت مع كورس حنتكلم بقى في تفاصيل كمان المعادلة ما بين هنا وهنا بس خلينا نكمل موضوع بيستا لأن تتبعتي ممكن البعض برضو يرجع ويتكلم في نقطة طب وانا أطمن منين أننا مع بيستا هنزل الوزن المثالي في نفس الوقت لو أنا عايز أخذ 3-4 كيلو احنا هنتكلم بس هنا عن كل الأوزان مش هنقول بس الناس الأبيس بس اللي عايز يخذ اللي هو فوق 100 كيلو وكده لا أنا بتكلم من اللي عايز يخذ 3 كيلو لغاية اللي عايز يخذ 1 كيلو أو 2 ده مش قصة أرجوك 1 كيلو أو 2 نمزل نمشي شوية في التراك خلصنا هنبدأ من ثلاثة ثلاثة مثلا ليه ما فوق نبتدي هنا نركز بقى على بيستا هل الدوز بتختلف من 3 كيلو لـ 50 كيلو فقدان وزن هل الفكرة الاستمرارية كمدة ديوريشن كمدة بتختلف يعني خلينا نعرف برضو تفاصيل أكتر عشان الناس يبقى كده ردينا على كل الأوزان أو كل الاستفسارات الكورس طبعا بيختلف من بني آدم للتاني بيختلف من ست الراجل لأن نخلي بالك الراجل بيحرق أسرع من ست بكتير لأن قطلة العضلية بتاعت الرجالة أعلى من الستات إحنا عندنا دهون أكتر إيه إحنا عندنا دهون أكتر طبعا إحنا القوة العضلية عندنا مش زي الراجل فالراجل لما بيجي فكر يخص بيخص أسرع من ست والعمر معي بيفرق كل ما بكبر في السن الميتابوليزم والتمثيل الغذائي بتاعي والحرق بتاعي بيقل بيستا بيساعد جدا على عملية التمثيل الغذائي مع ألبا مولتيفين الدوز هتتاخد إزاي مش أنا اللي بحددها الدكاترة اللي موجودين في الشركة هنتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة عندنا أخصائيين علاجين هم اللي بيحددوا الدوز التلاتة كيلو دي سهلة يعني ممكن ياخد صاشة واحد في اليوم ومش هيكمل معا يعني تلاتة كيلو دي مش هيكمل أقلب كتير الأوزان الكبيرة بتاخد فترة أكثر وأنا بقول تلاتة لأن أنا عايز أخذ تلاتة بصراحة أنا قلت حط نفسي دمن الفئة دي أمشي أمشي بالتراك كده ربع ساعة هتلاقيه ويخارة تلاقيه خسنتي علا باتمرن وجوع فقومة واكلة فباوز اللي أنا عملتو ما دي برضو كيس يعني مش إحنا بنوعدنا أنا أسئلة مشاهدين عايزة أروح للموضوع طيب بقولك على حاجة على موضوع التمرين اللي بيتمرن جامد قوي بيجوع جامد قوي والله مش أهلا باتمرن ساعة وربع باتمرن عادي بس بحس أن أنا بعد التمرين بجوع جدا عايزة آكل طبعا يعني أكيد كيس يعني ناس كتيرة زي ده مهم إن بعد التمرين لو حاستنا أنا جعانة قوي باخد ساشلة واحدة من بيستا عشان ما يعني إيه الفكرة إن أنا أخلص الجيم ولاقي نفسي باستات وبرجرات وسوسيسات ما عملت لش حاجة ما عودة رايحة حسن ما عملت لش حاجة فبدل ما ألاقي نفسي بقى إيه مديها جامد قوي باخد الساشلة بتاعتي على نهاية التمرين كده يعني اللي هو خلص بخلص التمرين أخدها بقابليها القابل الأكل رسع هروح البيت بقى هلقي نفسي الصلاطة بتاعتي الألياف الحلوة البروتين بتاعي وشوية رز كده مهمين برده وخلص على كده معدتك خلاص هتبقى أصلا رفض أكل أكتر لأن بيستا بيعمل ده بيستا الألياف اللي في عليه منقول بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة لأن الألياف اللي فيه طبعا على كوباية مياه كبيرة مهم قوي لأن بتعمل مادة هلمية أو بتنفيش بالزبط فبتلاقي المعدة بدل ما كانت قد كده الأكل بيخش في حتة قد كده الأكل هيخش في حتة قد كده فدي معادلة كويسة قوي تعاملت وإن أنا أقدر أخص من غير حرمان لأن إحنا كمصريين زي ما قلت لك بناع شق نعم يا محدش يحرمنا يا جماعة من أكل أحنا عايزين الحاجة السهلة أقول لنا على الحاجة السهلة بقول لكم أقول لوقتي على الحاجة السهلة كده إحنا بنتكلم في بيستا من أسهل وأأمن الطرق لفقدان الوزن مهما كان وزن حضرتك أو رجل أو امرأة أو عمر صغير أو عمرك بيدي نقطة طيب النقطة التانية برضو المهمة لتكلم فيها أنا دلاتي بخص بطريقة آمنة أو لا أكيد في نقص بيحصل في فايت من زمو عيانة كان مصدرها كم الأكل الكبير اللي أنا بأكله فبالتالي الجسمي يصبح محتاج لمكملات غذائية تعود للفايتامينز علشان يحصل باللنس في الجسم معا بقى هنا في بيستا بتنصحينا بي ألوبا مالتي فيت المكامل الغذائي اللي حنتكلم بقى بتفاصيل أكثر معنا ألوبا مالتي فيت مالتي فيت مالتي فيتامينز مهمة أوي للناس اللي عايزة لتخس وكمان الناس اللي مش عايزة تخس قلب مالتي فيت لو هكلم ليه مهم مع انقاص الوزن لان انا لما بقلل الاكل بقلل كمية المعادن والفيتامينات المهمة قوي 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 طيب عايز اخس وشي ما يتقصرش بشريتي ما تتقصرش ما حسش بتعب ما حسش بخمول شعري ما يقعش ضغفري ما تتقصرش احس ان انا عندي نشاط واحس نمودي كويس بقلب مالتي فيت لانه مهم ليه جدا وقتها لانه دخلوا فيتامين بي كومبليكس المركب كلها من الكوبالامين المهم من الفوليك اسد المهم من الرايبوفلافين البانتوثيني كل العيلة موجودة بلس انه دخله الكالسيوم الكالسيوم مهم قوي يا جماعة الكالسيوم مهم وللستات جدا مهم لعضلة القلب ومهم للعظم ومهم للمود العام خلي بالك الكالسيوم لما بيقع بيحصل تاكي كارديا يعني لازم الستات تركز في موضوع ده ان ضربات القلب السريعة بتبقى نتيجة احيانا نقص الكالسيوم فالكالسيوم مهم قوي قلب مالتي فيت دخله كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام نسبة كويسة وبسيطة ان انا امشي به على اللونج ترن موقفش قلب مالتي فيت عندي ايه كمان داخل قلب مالتي فيت الزينك الزينك داعم جدا للمناعم داعم للشعر داعم لكل الانزيمات بتاعت الجسم ودعم للعمليات الحيوية وداخله فيتامين سي فيتامين سي يعني نضارة بشرة لانه بيحفز على انتاج الكولوجين يعني يساعد على امتصاص الحديد طبعا مهم قوي 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 تشيك اوب الحديد كل ستة شهور مهم جدا ومش بس الهيموجلوبين مخزون الحديد مهم جدا لان معظمنا بيبقى عنده نقص في مخزون الحديد فيتامين سي بيساعد على امصاص الحديد لان الحديد معدن مركب بيبقى صعب شوية امتصاصه يبقى ألبا مالتي فيت اولا مرخص من هيئة سلامة الغذاء سنية الموجود في السيدليات اللي عايز ياخد الكورس على بعضه الاسهل ان انا اخدم السيدلية بقدر اتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر عشاش عندنا اخصائيين علاجين بيقدروا يبشروا الحالة اللي مش عايز يخص بيعمل أردر بألبا مالتي فيت فقط أوكي حلو جدا برضو النقطة دي حم نتكلم أكبر مالتي فيت مكمل غذائي للي عايز يخص وأكيد للي مش عايز يخص طيب بحب دايما ان احنا نروح للكيسز اللي معنا نسمع الناس بنفسها بتقول ازاي من تجربتها ونرجع نكاب احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي سعدتك تخص اسمي براهيم محمد امام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما اخص كنت باعني من حاجات كتير من ضمنها ان انا ما كنتش باع فالبس كويس انتش عارف بمارس الرياضة اللي انا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلاي السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها اي حاجة محروم منها وانا بستخدم بيستا بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قلالة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي اي مشكلة مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص ده غير ان طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فاكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خستت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي اي معاناة في اي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه الحقيقة بحب انصح الناس انهم يستخدموا بيستا طب ده كان ابراهيم واسمعنا ابراهيم بنفسه والتاني حرجع وقول انا بحب جدا بحد بيخس وبعد كي يقولك حياتي اختلفت طبعا تبقى اختلفت للأحسن في كل الحالات يعني البني ادم بجد شكله بيفرق صحته بتفرق النفسية بتفرق الاداء بتاعه بيفرق انتاجيته في الحياة بتفرق نظرته للحياة بتفرق على فكرة ناس كتير جدا يعني خليني اقول لحضرتك كان عندهم وده يعني ده بكلامهم مش بكلام نحن لانهم صعوبة في فكرة الزواج لان هما جسمهم في زيادة في الوزن يعني مبالغ فيها لما بتخص بتعيشها طبعية برضو في الاول وفي الاخر فالموضوع تاني بنأكد عليه هو مش جمالي هو امر لابد منه لازم نحافظ على يعني جسمنا وعلى وزننا وفي نفس الوقت على صحتنا هي كلها حاجة مرتبطة ببعض طيب من اسئلة المشاهدين اللي بتتبات على السوشيال ميديا خلينا نبدأ كلها مرتبطة بالكلام اللي احنا دوقتي كنا بنقوله سعاد باسيوني بتقول ان عندي 34 سنة مشكلتي ان الدهون مترقم عندي في منطقة البطن ايه الحل هو يوشولي منطقة البطن الدهون دي بتبقى عند الرجالة بس يعني لا وستات كتير طبعا مليان وخلي بالك الفسر الفاتس او دهون الاحشاء دي اخطر دهون ما تخوفنيش زي اللي موجودين في الرجل او في الدراع لان دهون البطن هي الاحشاء دي اللي واخده البنكرياس واخده الكبد واخده المعدة لازم ما يبقاش عليها دهون لازم بنصحها طبعا جدا بكورس بيستا هتاخد بيستا مع قلب مالتي فيت وتتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشة عندنا القهوة الخضرة وعندنا الشركة دلوقتي كمان بتطلع فيتامين ده الهدية والاخصائين العلاجيين هم اللي هيتابعوا الحالة كل أسبوع بالمجان كمان وهتقدر تخس وهتعيش حياتها وهتلاقي نفسها مبسوطة والموت بتاعها هيختلف وانتاجها عارفة يا نهواند لما قلتلي ان فيه ناس مش عارفة تتجوز من الطخط بتلاقي بنات لما بتيجي تتجوز وهي تخينة جدا بطوعة سنة و سنتين و ثلاثة مش عارفة تخلف خلي بالك تأخر الحمل لان بيحصل تكييصات في الموبايل فلازم تخس عشان تعرف تخلف ده مهم جدا 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 نقطة مهمة وبعدين أنا تاني هرجع أقول ان أنا يبقى عندي ان أنا خس بطريقة أمنة وصحية على ان أنا بقى محبش عمليات يعني أنا فيه أصدقاء لي على فكرة عملوا عمليات ان العمليات مشكلتها ان انت جسمك بيبقى بشع بعد كده يعني لازم يحصلوا شاد تونيك بشكل يعني بيبقى الجلد مترهل يعني أنا عندي خليكوا تخين يعني أنا ما بحبش بصراحة ده رأي الشخصي طبعا او أنا حميل للرأي الطبي ده لان فيه برضو رأي طبي او فيه أطباء ما بيحبوش أو العمليات بيحبو أحسن الدايت اللي هو بيبقى بشكل سليم يعني طيب علي محمود أنا 117 كيلو ما شاء الله عندي فتاء سوري والدكاترة قالولي لازم تخصفها للكورس ممكن يضرني إطلاقا الكورس مش هيدلوا إطلاقا بالعكس هو هيستفاد منه جدا لان برجع أقول شركة بايو ناتشرلز من أهدافها ان المنتجاتها تبقى مصرحة سواء من وزارة الصحة المصرية سواء من هيئة سلامة الغذاء الألياف اللي فيه طبيعية الكروميوم بالعكس هيتبسط جدا وهيكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة وهيجرب الكورس ومن أول أسبوع هلاقي نفسه خس هيكمل فدي حاجة حلو قوي لأ طبعا بدعمله جدا كورس بيسته وكمان الواحد مفروض يخص بعقل يعني في ناس بعد ما بتخص بتوصل لمرحلة ولاده بنات على فكرة حتى الناس نعرفهم خلاص بقى كفاية تقوله شكلك بقى وحش يعني الوش ابتدى يعني إحنا نخص بزكاء ما تبقاش بقى يعني أوفر ده برضو مش بايس عندك حق جدا يا نهواند وفي ناس عايزة تخص بطريقة هم يخصوا 7-8 7 كيلو في الأسر ما حدش يخص مرة واحدة خلي بالك ده مش أب نورمل ومش حلو على الكبد مش حلو ان انا اروح نزلة مرة واحدة بالعكس بعدين انا بقالي سنين تخينة يعني او بقالي سنين تخين مجاتش على الشهر القادر اخص بيه بصبر وبحكمة بتلاقي ناس بيمنعوا الأكل تماما وما فيش سعرات حرارية دي كارسة يا جمع نروح بقى لآخر سؤال للسوشيال ميديا بيقول ابني كان رفاع جدا وبعدين بدأت أديره فاتح للشهية فوزنه زاد جدا وبعدين وقفت العلاج اللي بديهوله وبرضو مش بينزل خلز مشكلة دي فبتسل ايه الحل تتكلم عن طريق شركة بايونات شاريز الأرقام هرزهر على الشاشة هتجرب معنا منتج أو كورس بيستا هو آمن ويستخدم من سن 13 سنة وهتلاقي أنه بيخسه ومهم أنه في اللونش بوكس بتاع المدرسة ما يبقاش فيه كمية كربوهايدريتس وحلويات كتير تغيرها بش بألياف بمكسرات بفكهة ببروتين مهم قوي قصة اللونش بوكس على فكرة الواحد لما بيجوع أنا من الناس على فكرة على طول جعانا يعني آه والله يعني بس يعني صدقوني ولدي نصيحة الناس اللي بتجوعها كتير زي يعني أو الحالات اللي كده إحنا لو أكلنا بدائل للحاجات اللي بتاخن على فكرة هنبقى مبسوطين وعادي يعني بس أنا بدل ما أكل شوكولتاية ممكن أجيب اللي هو اللوز النيل صح ده موجود في أماكن كتير يعني فيه حاجات بديلة للحاجات لو بتنزل بس شغلك حطها معاك صح هتلاقي نفسك بدل ما تجيب ساندوش معاك بتاكله على فكرة الصلاة طب مع حطة جبنة قريش أنا بعمل كده وفرخمة شوية أو قطع فرخمة شوية تعملها من قليل تبقى جميلة بتتعوضك تماما عن مثلا ساندوش هامبرجر أو غيره ده هيشبعك وده هيشبعك بس ده هيتخنك وده مش هيتخنك وحاجة يا نهوان ده هيشبعك ومش هتحس أنك جعان بعد فترة البرجرات والحاجات هتشبع وبعد يها بساعتين عايزة يكون فكل حاجة ليها بديلة بس الموضوع يبدأ بقرار وبعد القرار تطبيق هي دي النقطة اللي بنحاول أكيد من خلال فقرات التباية المختلفة نحنا نقدمها لحضراتكم دكتور دينا الوقت خلص بس بدأت نوارتينا ونستفيد كالعادة حبيبة قلبة سلامي نحن شوفك إن شاء الله في حلقة أخرى واشكر حضراتكم أكيد على متابعتي أنا وكريم لحلقة النهاردة وتاني حرجع أقول صباح النصر ومساء النصر بقى مرة كمان وإن شاء الله كل أيامنا اللي جاية مع النادي الأهلي تكون نصر مع السلامة